مليار وتسعة وعشرين مليون دولار أمريكي كانت آخر إحصائية للأرباح اللي قدر يجمعها فيلم ديد بول أند وولفرين وبعد كم؟ اسألني بعد كم؟ بعد بس ثلاثة أسابيع من طرحه في صلاة السينما وما أعتقد أنه باقي أحد ما تابع الفيلم للحين صح هتوقع الناس كلها تابعت فيلم ديد بول وولفرين وخلصت أو على الأقل مجتمع مارفل والإكس من يعني اللي متابعين العالم ومرتبطين فيه طيب بالنسبة للأخوان الإخوة الكسلانين اللي ما عندهم تويتر أو ما فيهم حين يروحوا تويتر وحابين يتابعوا عالم مارفل والإكس من آهو جيبت لكم الصور وبحطها لكم في وسط الفيديو هذا ما عليكم اللي تسويوا سكرين شوت للصور اللي بتطلع لكم هذه الصورة تشرح لك كيف تتابع عالم مارفل بتاريخ الإصدار وهذه كمان تشرح لك كيف تتابع عالم الإكس من برضو بتاريخ الإصدار وكمان أضفت لهم هذه الصورة اللي تشرح لك كيف تتابع عالم السبايدر فيرس بتاريخ الإصدار أنا عارف يمكن لما شفت الصورة هذه بتقول ياقلع أم المشوار حوالي 60 فيلم مع مسلسلات أنا متأتابع وأتابع إيه وأخلي إيه أنا عارف مرة مشوار بس صدقني 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 لو لقيت وقت وقدرت تتابعها راح تستمتع وتنبسط وفيه فيه أشياء بتقابلها في الطريق مرة رهيبة غير كده بتكون معانا في الخط أول ما ينزل فيلم جديد لمارفل والإكس من بتكون على طول تخشها للسينما وتتابع معانا وتكون فاهم وتدخل ونتم فاهي ومعلومة إضافية لو حاب تتابع أفلام مارفل والإكس منها ترى دائما مش دائما بس في معظم الأفلام إذا انتهى الفيلم ترى ما انتهى بعد إيش شارة النهاية والشاشة السودة والأسماء ذي تيجي مشاهد يسموها مشاهد ما بعد الشارع فإيش انتظر يعني لا تتحمس تقفل الفيلم لا شوف المشاهد اللي تيجي في النهاية لأنها مرة مهمة وتكون ريفرنس لأشياء بتصير في المستقبل أو في الأفلام اللي بتشوفها بعدين وتيزر جديد يا جماعة للموسمة الثانية لواحد من أفضل مسلسلات نتفلكس على الإطلاق سكويد قيم أو لعبة الحبار واللي بالمناسبة ترونه مزروف يعني من أنيمي اسمه كايجي بس عادي يعني عادي الاقتباس والسرقة كانت مرة محترمة قدموا حاجة مرة رهيبة في هذا المسلسل والتيزر ترى مرة لطيف وخفيف وما في شيء أصلا يعني تابعوا بتقول سووات إيش السال فما في شيء ولكن اللي يهمنا يا جماعة مش التيزر اللي يهمنا إنه تاريخ إطلاق الموسم الثاني من لعبة الحبار أو سكويد قيم راح يكون في شهر ديسمبر من هذه السنة يعني على نهاية السنة أغاص بيكون باقي كم يوم تنتهي السنة لأنه بينزل يوم 26 ديسمبر وفي حال إنك ما تابعت الموسم الأول من لعبة الحبار أو سكويد قيم اسمع كلامي وروح تابعه خذ تشويق خذ إثارة خذ لعب بالأعصاب صدقني غالبا إذا انت فاضي بتخلصوا في جلسة واحدة ما فيها كلام طيب تابعوا لو حابة إيش تخوش معنا في الخط لم ينزل الموسم الثاني مش هذا ممتعة بعض الإشاعات يا جماعة تقول إنه مسلسل سيمبسون يبا مسلسل كرتوني للبالغين القديم يا وادي نزل أظن في التسعينات قد تتوفر حزمة سكينات له على لعبة فورتنايت ومش أكيد الخبر إلى الآن مجرد إشاعة ولكن مش مستبعد يعني ليش لا فورتنايت ما خلت شيء لو سوت له سكين باقي أنا ما سوي السكين ومش بس كده كمان راح تتوفر سكينات لعالم مارفل ولعالم أليكسمن ولعالم ديزني ديزني إكسمن مارفل سكينات فورتنايت كيف ما أدري بس بتشوفها جوة اللعبة فورتنايت صارت منصة تسويق أكثر من مجرد لعبة وفيلم أفاتاري جماعة الجزء الثالث واللي راح يكون بعنوان أفاتار النار والرماد أو أفاتار فاير أنت آشز رسميا راح يصدر في سنة 2025 وبالتحديد يوم 16 أو 19 ديسمبر عفوا غير إنه ذي المعلومات ممكن قلتها لكم زمان في آخر مؤتمر تم نشر صور من داخل العمل كيف ممكن يكون عالم أفاتار في الجزء الثالث والعالم الجديد اللي راح نزوره داخل عالم أفاتار اللي هو عالم الرماد أو شعب الرماد بالإضافة إلى إنه تم نشر اللوغو الرسمي للجزء الثالث من أفاتار غير كذا يا جماعة وفي أحد التصريحات الجديدة للمخرج جيمس كاميرون كاتب ومخرج هذه السلسلة لما سألوه عن سبب تسمية هذا الجزء بالتحديد النار والرماد ليش الاسم هذا فكان جوابك الآتي قال لهم يا جماعة يشوفوا يمكن أن تمثل النار الكراهية والعنف والصدمة وإساءة استخدام السلطة والرماد يمثل العواقب المترتبة على كل هذه الطاقة والتي تتمثل في الحزن والاضطرار إلى التعايش مع ما فعلته علو آوي نشوفكم بإذن الله السنة الجاية يا جماعة تابع الجزء الأول والثاني لو ما تابعتوه مستهل ما تابعتوه وفيلم سبايدر مان بيوند ذا سبايدر فيرس واللي يعتبر الجزء الثالث لهذه السلسلة وبعد ألف حوسة وتخبطات ومشاكل ومعلومات غير دقيقة حول الفيلم أخيراً ورسمياً يا جماعة أحب أقول لكم أن سوني أعلنت أن الفيلم دخل فيه مرحلة الإنتاج شكراً أخيراً ورح يبدأ تسجيل الأداء الصوتي للشخصيات في الشهرين القادمة يعني ممكن 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 مش أكيد ممكن نشوفه على نهاية سنة 2025 أو في سنة 2026 ما في تاريخ رسمي إلى الآن ولكن نقول إيش إن شاء الله قريب وشوف في حالة أنك باقي ما تابعت عالم مايلز موراليس إلى الحين أنصحك أنك تروح تتابعه لأنه ما يحتاج تتابع لا عالم مارفل ولا إكس من ولا يبطيخ يحتاج أنك تكون إيش عندك شوية معلومة عن سبايدر مان بس راح تشوف جزء أول وجزء ثاني كذا شي شي مرة رهيب لا تقول لأنيميشن مالي في الأنيميشن جرب ما رح تندم اسمع كلام صور البوسترات هذه مشاهدة ممتعة وبعد سنوات طويلة يا جماعة من عدم اليقين حول مصير عالم توي ستوري أو حكاية لعبة ديزني أعلنت عن جزء خامس لعالم توي ستوري وبالرغم من أنه ديزني ما نشرت إلا صورة كذا مش مكتملة كمان إلا أنه هذه الصورة تعطيك تصور لإيش راح يكون توجه الفيلم ويخساره مش قادر أطير راح تصير يخساره مش لاقي طفل طبيعي ألعب معاه لأنه الأطفال معه صارت تعني لهم شيء الألعاب الأيباد والأجهزة الإلكترونية للأسف خربطت أبو إعدادات الجيل الجديد فغالبا راح تكون قصة الفيلم في هذا النطاق الأطفال تركوا الألعاب وتوجهوا لاستخدام الأيباد وغيره أصلا نشوفه خيبة الأمل على وجه الألعاب لحالة تكفي وأعتقد أعتقد بإذن الله لو ديزني ركزت على الموضوع بشكل كويس راح يقدموا الرسالة داخل الفيلم بتكون مرة حلوة إلا لو قرروا يقلبونها جندا وقلت حياة سباها ولكن لا ديزني إيش الإدارة الجديدة قالت أنه لا يا أبو يا سيبوا الزحف والسباها للا إن شاء الله بنركز على إيش المتعة والترفيه وتقديم قصص جيدة وخلاص فنقول إن شاء الله لا إن شاء الله لا أنه بيكون فيلم كويس وأموره طيبة والخبر الثاني بخصوص حكاية لعبة الفيلم قادم في سنة 2026 يعني مرة بدري مرة بدري إنسوا الموضوع لا تفكروا فيه إلى ذيك الساعة وكمان يا جماعة غير حكاية لعبة راح يكون عندنا أعمال جديدة لديزني أو أجزاء جديدة لأعمال سابقة لديزني جزء ثالث لعالم إنكريديبلز ما في تاريخ رسمي له إلى الآن ولكنه قادم وجزء ثاني لعالم زوتوبيا وبإذن الله راح ينزل في سنة 2025 إذا ما تابعت الجزء الأول تابعه مرة ضحك مرة زحف مرة ممتع وكمان جزء ثالث لعالم فروزن وراح ينزل في سنة 2027 ما أدري أقول لك روح تابع فروزن الأجزاء القديم ولا لا بس صراحة عالم فروزن تحسوا يعني يصلح للبنات أكثر من الأولاد ولكن هذه أهم الأعمال اللي راح يتم عمل أجزاء جديدة لها في عالم ديزني فاكرين ليلو وستيتش يا جماعة أيوة الأنيميشن القديم اللي كنا نشوفها ذكرى ياواد زمان مرة زمان المهم يا جماعة أحب أقول لكم أنه راح يتم عمل ريميك لعالم وقصة ليلو وستيتش راح يكون عمل حي عمل حقيقي ليلو وستيتش مش أنيميشن مش 3D لا عمل حي وللحين ما في معلومات كثيرة حول العمل شوية صور شوية بوسترات وخلص ولكن بإذن الله العمل راح نشوفه فيه منتصف سنة 2025 يعني بعد سنة تقريبا من وقتنا الحالي يا رب معني ما أظن بس نقول يا رب أنه ديزني ما يعطبوه مثل ما عطبوا معظم الأعمال الكرتونيين اللي حولوها إلى نسخ حية في الفترة الماضية ومش بس كده فاكرين سنو وايت ياب سنو وايت اللي نزل سنة 1936 مدري 1937 ياواد ياواد واحد من أقدم الأنيميشن أنا فتكر تابعته قبل ما دخل المدرسة على شرطة فيديو المهم يا حبيبي ديزني برضو راح تعمل منه ريميك ونسخة حية ونزلت له تريلر وصور وبوسترات وكل حاجة ولكن اللي يهمنا في هذا الخبر مش سنو وايت ولا الأقزام السبعة ولا أي بطيخ اللي يهمنا إيش ديزني قاعد يجيهم هجوم مرة كبير بخصوص هذا الفيلم لأنهم بدل ما يوظفون أقزام داخل الفيلم ويزبطوا لهم مكياج وحركات قال لك لأ نسويهم CGI اي ديزني تستهبلون انتم وليه وأنا ما أعرف وش عذر ديزني تجاه الموضوع بس صراحة أشوف التريلر مرة فوضى وممكن أن ديزني بتقول لك والله إحنا بنحاول نحاكي أشكال الأقزام السبعة من النسخة الأصلية القديمة بس هاي في شي اسم مكياج سينماية يا ديزني يرحموني ومن الحين أقول لكم الفيلم بيكون هبد كذا عندي إحساس جواتي يقول أن الفيلم بيكون مضروب وأما بالنسبة لفيلم موانا الجزء الثاني أول حاجة الفيلم نزله تريلر تقدروا تشوفونه الآن على اليوتيوب ثاني حاجة الفيلم ما عاد بيقيله أي شيء مرة قريبة تقريبا ثلاثة شهور ونشوفه في صلاة السينما ولو ما تبعت الجزء الأول تابعه مرة لطيف رهيب ضريف تقدر تتابع مع أهلك ومع عيالك إذا كانت عمرهم فوق عشر سنوات وفاصل خفيف يا جماعة اسمحوا لي أذكركم بقناة الوجيه توك قناة جديدة فتحتها قبل فترة قريبة نزل فيها قصص بشكل أسبوعي كل خميس تنزل فيها قصة جديدة جرائم احتيال نصب سرقة قتل قصص من كل الأشكال رابط القناة راح تلاقوه في صندوق الوصف تنوروني وتشرفوني هناك وفيلم ديسبك بومية جماعة الجزء الرابع وبعد ما جمع أكثر من 800 مليون دولار أمريكي في شباك التذاكر العالمي أحب أقول لكم أنه توفر بجودة عالية وتقدرون الآن تتابعونه من أي مكان يناسبكم وكمان فيلم توسترز الجديد واللي الأمانة ما خذت قيمات مرة كويسة وبعد ما جمع أكثر من 300 مليون دولار أمريكي في شباك التذاكر العالمي كمان اتوفر بجودة عالية وتقدرون تتابعونه الآن من أي مكان وفي أي زمان عن نفسي للأمانة لسه ما تابعت الفيلم ولا أعرف صراحة هو عن إيش ولكن كلام الناس عنه خلاني أتكلم عنه وأنا ما تابعته الفيلم عليه مراجعات وتقييمات مرة إيجابية تقييمه على موقع IMDb فوق السبع من عشر فحطوه عندكم في الليستة وإذا تابعته اكتبوا لي رأيكم في التعليقات وبوستر جديد للموسم الثاني من مسلسل أركين والقادم إن شاء الله تعالى في شهر نوفمبر من هذه السنة لما أنا يا جماعة نعت متابعة الموسم الأول بالغلط والله بالغلط يعني كذا كنت طفشان قدام التلفزيون قلت أركين خلينا شغل الحلقة الأولى كذا يشوفيش الوضع أسوي ريفريش المعلوماتي والله يا جماعة شغلت الحلقة الأولى فجأة لقيت نفسي بالحلقة الأخيرة حقيقي المسلسل قوي بشكل مش طبيعي يواد هك كذا من البداية وهذه المتابعة الثانية لي اللي أنا أعرف أصلاً إيش الأحداث عموماً لا تقول يعني ميش أنه كاراتين ما هو جو يا وجيه اسمع الكلام تابع أركين صدقني راح تنبسط وراح تنطرب يواد مسلسل مجنون الموسم الأول كامل متوفر وموسم الثاني بينزل قريب وبينزل غالباً دفع واحدة كمان وبرضو إذا أنتم من متابعين الموسم الأول وتابعتوه كل شيء تمام عيدوا متابعة الموسم الأول صدقوني راح يكون عندكم استيعاب أفضل للقصة وراح تنصدمون بمعلومات جديدة أنا المتابعة الثانية كنت متوقع أني بدرك القصة المتابعة الثانية خلتني أستوعبه بشكل أفضل بكثير القصة فيها شوية تعقيد كمان واختاماً يا جماعة وفي واحد من الأخبار الجميلة فاكرين فيلم المحاسب أو The Accountant اللي نزل سنة 2016 السلام عليكم واحد من أجمل وأقوى أفلام الأكشن ذيك السنة أحب أقول لكم أنه بعد كل السنوات هذهك من 2016 تم الإعلان عن جزء ثاني بإذن الله رح ينزل رسمياً في سنة 2021 ونصيحتي لك برضه تابع الجزء الأول تحب الأكشن تعب الكذب تحب التطع تطع تطع حتمبسط يعني حتاخذ التطع تطع أكشن وزحف وكذب وقصة مجنونة بالممتاز تقييمات ومرأة خرافية أقول لك صور للشاشة وتابعه فسمع مني وبس الله يا جماعة إلى هنا نكون صون نهاية الفيديو أبلو لايك واشترك في القناة لو ما كنتم مشتركوا في الجرس تنبيهات تعال تابعنا المواقع التواصل الاجتماعي والدسكورت وتويتش جميع حساباتي موجودة في صندوق الوصف وقناة الوجيه توك أو قناة القصص برضو راح تلاقيها في نفس الرابط في صندوق الوصف كم معاكم الوجيه أشوفكم في الفيديو القادم